معانا مكالمة يا دكتور نرد عليها. فضلي. فضلي. الو. عليكم سلام ورحمة الله وبركاته. وتفضلي يا اما عبد الرحمين. بقولي حضرتك انا تلاتة وعشرين خمسة. تلاتة وعشرين خمسة. وجوزك اتنين خمسة. ايه السؤال يا اما عبد الرحمين? اه عايز اعرف كل حاجة عني يعني اه السحارة. اه. كل حاجة. عايزة تعرف كل حاجة الصحة وكل حاجة. اه هي تتور. طب الدكتور قولي تاني التاريخ ايه يا دكتور. تلاتة وعشرين خمسة هي. تلاتة وعشرين خمسة هي. او. والزوجة. والزوج ايه قلت? اتنين خمسة. اتنين? ايه اتنين خمسة. اتنين خمسة. ايه خمسة يا سؤال. الدكتور معيك. اه. اولا نسبة التوافق بينك وبينه ستة وستين بالمية. انتي زعلانة ليه? عندك مشاكل ايه حبيتي? ايه انا كتبك في ظنة في الزيت وتد. علي صوتك شوية معبدرحمن? مشاكل ظنة في الزيت. مشاكل ما بينكو في البيت? مشاكل ما بينهم في البيت يا دكتور. طيب. هو عنده كمان مشاكل في الشغل ايه? يعني عبدرحمن? نعم. بتقولك الدكتور عنده مشاكل ايه في الشغل? ايه كان في الشغل وثابه ونقل شغل تاني. هو كان في الشغل وثابه ونقلو يعني راح في شغل تاني. ايه كمان عنده شوية مشاكل. انت مين عنده مشاكل صحية حضرتك ولا هو? امو عبدرحمن بتقولك مين عنده مشاكل انتي ولا هو? انا عنده مشاكل صحية. انتي عندك مشاكل صحية? ايه مشكلتك الصحية. ايه زي البطني على طول مقلوبة. بطني? معدتك يعني توتر ومعدتها. ما هي سبب التوتر بيوجع المعدة يا امو عبدرحمن? معاك الدكتور. وعندك شوية اكتئاب. وبعدين مين عنده مشاكل عائلية? حضرتك ولا هو? مشاكل مع اهلك ولا مع اهله? ومشاكل حلبات مع اهل البيت يعني مع صلايفة وحماية وحماية. او هي عندها مشاكل في البيت مع صلايفة وحماي فا وحماية وحماية خلاص الدنيا حتتزبط معاك يارى شوية قرآن ولتجي الى رب العالمين يا امو عبدرحمن اهله وسهله. مرسية透 لك يا امو عبدرحمن. الو? ايهو ممكن تفضلي. الو؟ Ayوا ممكن تفضلي. أيهو ممكننا ؟ ماشي يا حبيبتي. قولي سؤال والبرج انا معيك تفضل. آآ جزي حساعتاشر أربعة. حساعتاشر أربعة؟ آآ. آآ. وانتي حساعتاشر تسعة. وانتي حساعتاشر تسعة. تسألي على ايه يا ممكة؟ عايدي عرب بس للشغل والحالة المادية ايه؟ الشغل والحالة المادية يا دكتور. الدكتور معيك. مساء الخير يا ممكة؟ مساء النهو للدكتور. حبيبتي ده اسألك سؤال جوزك بتشتغل ايه؟ بني شغال على بابا الله هو نجار نجار موبيليا على بابا الله يعنى كان عندك مشاكل في الشغل بالظروف المادية؟ طيب طيب وانت عندك اي مشاكل صحية؟ لأ ما عنديش مشاكل الحمد لله مين عندك مشاكل صحية عبا اقول؟ لأ ما عنديش حد المشاكل صحية يعنى انت ما عندكش اكتئاب ابدا ولا راسك بوجعك ولا حاجة؟ بجلس طول ايه؟ بيجي اصداء على طول بيجي لها صداء على طول ايه ما هي اصداء على كده اه بصي ظروفه المادية حيرتاح بس انا شايفه هو بينتقل لمكان تانى في الشغل بينتقل لمكان تانى يعنى في الشغل؟ اه اه ربنا حيفتح عليه لانه هو في الشغل ده مش مبسوط يعنى اه بس ان شاء الله بإذن الله عنده نقل كتير حلوي وظروفكم المادية بده تتحسن وديري بالك من الصداء اهلا وسهلا فيكي برسي علاة صالك براٌ شكرا